موسيقى تنعم المستوطنات الإسرائيلية بالكهرباء والماء وحتى الرصاص فهناك تجرى التدريبات العسكرية للجيش الإسرائيلي الآن الكرن 21 أكثر من 370 عائلة فلسطينية على كندي الكاز يعني أنت تعلم في فصل الصيف فصل حار جدا منطقة شبه صهراوية ممتلئة بيئة الحشرات والكوارد والعكارب والأفاية وغيرها يجب توفير كهرباء للسكان طاقات شمسية لهؤلاء السكان من أجل أن يعيشوا حياة كريمة ومن أجل أن يثبتوا أمام المستوطنات والمعسكرات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة يوميا الحاج عيد كل ما يتمناه هو ماء وكهرباء لإنارة ما تبقى من ظلمة الاحتلال ولينير عتمة الليلة التي يستغلها الاحتلال لسرقة المواشي وحرق المزرعات فلا يكفيهم أن يبقى الفلسطيني بلا كهرباء بل يريدونه بلا أرض فكيف له أن يترك أرضا احتضنته 30 عاما 30 سنة أنا وانا قاعد هنيا وحنا على يضول قنديل الكاز وانقطع الكاز عودنا نجيب قنديل ببطاريات وكل عشر تيام يخرب ونجيب غيره أوعينا تحت الردم ما نقدر أن نطلعه يعني أطلعونا خيمة خيمتين هنفعات منطقة المالح والمضارب البدوية في الأغوار الشمالية تتعرض بشكل مباشر لاعتداءات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي نهيك عن التدريبات العسكرية للجيش الإسرائيلي التي تتم بين الأطفال والنساء والشيوخ في المنطقة دون مراعاة لأي شيء وعدى عن ذلك فيحرم الفلسطيني من الكهرباء والماء ومن بناء بيت يأوي عائلته في القرن الحادي والعشرين وسكان المنطقة بلا كهرباء ومستوطنات الاحتلال تنعم بكل شيء إذن هي خطة جديدة قديمة ليسرق الاحتلال كافة الموارد الطبيعية ويسرق الأرض لينعم جيشه بتدريباته العسكرية من منطقة المالح في الأغوار أحمد براهمة رؤيا موسيقى